موسيقى الجانب الثقافي في العصر المملوكي طبعا جانب طويل لأنه قرابت أكثر من 250 سنة لكن يمكن الوقوف عند نقاط محددة أبرز أديب أو شاعر عرفته حلب في العصر المملوكي هو ابن الوردي عمر ابن المظفر ابن الوردي الذي أصله من معارية النعمان نعم وابن الوردي في عصره كان هناك أهم شاعر في العصر المملوكي في العراق هو صفي الدين الحلي وأهم شاعر مملوكي في مصر هو جمال الدين ابن نباتة وأهم شاعر في بلاد المغرب عفيف الدين التلمساني وابنه الشاب الظريف سمي الشاب الظريف لأن كل شاعره في الغزل الخفيف الظريف ابن الوردي لم يكن مجرد شاعر كان قاضيا في حلب وقاضي على المذهب الشافعي وله ألفية من حوالي خمسة آلاف بيت يلخص فيها المذهب الشافعي طبعا هذه الألفية لا نعتبرها شعرا نظم نظم تعليمي والسبب في النظم التعليمي أنه أسهل للحفظ لأنه يأتي على الإيقاع مثل ألفية بن مالك التي كتبت أيضا في حلب ولكن في عدد ظهر غازي الأيوبي ألفية بن مالك تعلم النحو فيقول مثلا نحن نعرف أن الكلام يتألف من اسم وفعل وحرف وكل واحد له صفاته فيأتي ابن مالك فيقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم في هذه الكلم كل ملخص الموضوع ويأتي بعدها مثلا حينما يتحدث عن كان وأخواتها ترفع كان المبتدس من والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة إلى آخره ابن الوردي برعى في النظم التعليمي لأنه بالأساس كان بمسابة قاضي القضاة أو المفتي لم تكن كلمة المفتي موجودة كلمة جاءت في العهد العثماني وابن الوردي له بالإضافة إلى ديوانه المطبوع رحمه الله أحمد فوزي الهيب بحققه تحقيقا رائعا وطبعه له مقامات تشبه مقامات الحريري والهمذاني وله رسائل طويلة كلمة رسالة هنا ليس ببعنى أنه أرسل رسالة إلى أحد ولكن مقالة يعني أهمها اسمها رسالة الوبا في عام 1349 للميلاد طبعا الموافقة 749 للهجرة جاء في العالم كله طاعون عالمي قتل فيه عشرات الملايين وملجم اللي طبعا ضرب حلب فهذه رسالة الوبا يتحدث فيها عن رحلة هذا المرض من المشرق وصولا إلى حلب ثم اتجه إلى أوروبا ومات هو في الطاعون في حلب ابن الوردي لكن هذه الرسالة مهمة جدا إن الوبا قد غلب وقد بدى في حلب وقد بدى منه على الوجود كربون ووبا وإلى آخره من هذا الشر الخفيف جدا الجميل ديوان ابن الوردي قيمته أنه يؤرخ للحياة الاجتماعية في حلب في ذلك الوقت تماما فيقول مثلا عن الأوقاف كيف كانت الأوقاف مجالا للرشاوي والفساد فيقول لقد قالت لنا حلب مقالا وقد عزم المشد على الرواحي المشد هو مدير الأوقاف إذا عم الفساد جميع وقفي فكيف أكون بادية الصلاحي وأشكال ألوان من هذه الوصف للحياة الاجتماعية أيضا ابن الوردي كتب كتابات تهمنا في التاريخ الموسيقي إلى حلب أيضا هذا أنا كتبته والآن قيد الطبع كتاب التراث الموسيقي في حلب جمعت في هذه المقالات التي كتبتها فكتب الموال وكتب الدوبيت وكتب الموشح طبعا الموشح موجود من قبله لأنه عمل أندلسي الموال حتى الآن الموال الحلبي هو الأشهر رغم وجود الموال العراقي والموال المصري والموال الفلسطيني الموال يكتب باللهجة الدارجة القريبة من الفصحة ليس مغرقة في الدارجة وكله على الإطلاق من وزن البحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل وفيه كل المعاني يمكن أن يكون وطنيا يمكن أن يكون غزليا يمكن أن يكون مديح يمكن أن يكون أي شيء وابن الوردي مثلا يصف الحمام ومن هذا الموال نعرف الأدوات المستعملة في الحمام في ذلك الوقت كلام قريب للفصحة حمامكم فيه قيم منظره يسبي غسلني بالدم ثم منشد كذا صبي جعل مسنه وموسه والحجر نصبي قل ذا عزاري وذا طرفي وذا قلبي أولا هناك قيم بالحمام في حمام النساء اسمه القيمة يعني هي الريسة المسؤولة هناك أيضا غير ابن الوردي من الأسماء المشهورة عماد الدين النسيمي المتصوف الكبير صاحب مذهب الحروفية الحروفية قال بها قبله محيدين بن عربي وقالها قبله الحلاج ولكن هو قيمته النسيمي أنه كتب بالعربية وكتب بالتركية بلهجتها الأذربيجانية لذلك في أذربيجان يقدسون النسيمي تقديسا مذهلا في عام 2009 اختيرت مدينة باكو عاصمة أذربيجان عاصمة للثقافة الإسلامية لمدة سنة كاملة الاحتفال وشكلوا مهرجانا لمدة عشرين يوما اسمه مهرجان النسيمي فتلقينا دعوة بصفة الألمين العام لإحتفال يد حلب تلقي دعوة من وزير الثقافة الإسلامية اسمه فكرة بابا ييف يعني اسم عربي فكرة بابا هنا نحطوا لييف في الروسية في الأخير فطلب مني الحضور وأن أرشح ثلاثة للحديث معي طبعا حينما عرف بعض الناس بدأوا يأتون وظنوا المسألة السياحة في أذربيجان أحدهم كان له علاقة في أحد المراكز قلت لك يا أخي مين النسيمي أنت ما بتعرف ولا النسيمي بس قل لي مين النسيمي يعني صاحب دكان مثلا النسيمي فاضطرينا أخذت معي دكتور عصام قصبجي من كلية الأداب رجل اختصاصه في هذا الموضوع والأستاذ محمد كمال والشيخ محمود عكام وقضينا حوالي عشر أيام في باكو كل ما في باكو المترو اسمه النسيمي البلدية اسمه النسيمي المركز الثقافي اسمه النسيمي لأنهم يعتبرونه المؤسس الحقيقي للتركية بلهجتها الأذربيجانية طبعا هذا مسألة الحروفية اعتبرها الفقهاء المتشددون في حلب نوع من الكفر والخروج عن الدين فأفتوا بقتل هذا الشخص لأنه كافر نائب السلطنة بحلب خاف من الموضوع فأرسل يستشير سلطان مصر كان اسمه المؤيد شيخ السلطان المملوكي والمؤيد شيخ لا يعرف من هو النسيمي ولا غيره ولا يريد الصداع ولا وجع الرأس مدام الموضوع إرضاء للفقهاء فقال لهم اقتلوه وقتل النسيمي فعلا ولكن هذه العملية جعلت النسيمي يدخل التاريخ والنسيمي شاعر صوفي كتب بالعربية وكتب بالتركية بلهجتها الأذربيجانية من الأسماء المهمة أيضا في العصر المملوكي في هذا المجال شاعر أندلسي اسمه ابن جابر جاء من الأندلس لما بدأت المدنة الأندلسية تسقط ويخرج منها المسلمون بدأت الهجرة إلى شمال إفريقيا وإلى شرق المتوسط وكانوا يأتون إلى حلب لأن حلب فيها استقرار سياسي واقتصادي كبير وأبن جابر بالأساس شاعر أندلسي مهم هناك رغم أنه ضرير أعمى وكان معه شاعر آخر اسمه أبو جعفر فاستقرى في حلب وطور الموشحات من جميل شعره على الرغم أنه كان أعمى سألوه مرة كيف وجدت المرأة الحلبية ابن جابر فارتجل فورا ثلاثة أبيات قال تبسمت فتباكت در من وجل وأقبلت فتسنى الغصن ذا عجبي تفتر عن برد في الثغر منسبك تهديك من ريقها أشهى من الضرب فقلت من هذه الحسناء فاتنة قالوا كذلك شأن الغيد في حلبية ودخلت هذه الأبيات وغنيت كثيرا وهو الذي توسع في الموشحات أهم موشحاته المغنات طبعا لم يبقى في استبار ومدخلفوني وسار وللحبيبي أشار شهباء أنت الدار وأهلك الأبرار وهكذا إلى آخر الموشحة طبعا نعم مما يهم في المرحلة المملكية شيء خارج حلب طبعا هو ظهور أعظم عالم بالعلوم الإنسانية هو ابن خلدون ابن خلدون دفن في القاهرة في العصر المملكي وهو الحقيقة يستحق ساعة كاملة أنا كتبت عنه عدة كتابات ابن خلدون حياته مقسمة ثلاث أقسام بالتساوي قسم بتونس قسم بالمغرب والأندلس والقسم الثالث في مصر وتوفي فيها ويقول عنه المؤرخ البريطاني المعاصر أرنولد تونبي إن ابن خلدون أعظم عقل بشري في مجال العلوم الإنسانية عرفته الكرة الأرضية طبعا هذا عاش في العصر المملوكي ولكن لم يصل إلى حلب في نقطة يجب أن نتوقف عندها هي عام 1400 طبعا نحن في العصر المملوكي في عام 1400 مجيء تيمور لانج في الموجة المغولية الثالثة إلى حلب وإلى بلاد الشام وكان تيمور لانج قد اعتنق الإسلام وقبله أبوه كانوا من المغول الذين اعتنقوا الإسلام وبعد هلاكو أصبحوا ممالك أهمها مملكة الهند المغولية التي استمرت حتى عام 1857 وقضى عليها الإنجليز فتيمور لانج ومعناها الأعرج تيمور الأعرج كانت عاصمته مدينة السمرقند الموجودة الآن في وزبكستان من أجمل مدن الدنيا وطرازها المعماري الزخارف الأزرق مع الأبيض المتماوج تحفى معمارية هذه المدينة أنا زرتها طبعا ونفس الأسلوب المغولي أسلوب الهدم والتدمير والقتل فخرب ما يستطيع تغريبه من مدينة حلب وما يمكن سرقته ويمكن أخذه وما يمكن أوتصابه وفعل أفضع من ذلك بمدينة دمشق وهنا يقال بأن أهل حمص بروحهم الخفيفة استطاعوا أن يقدموا له بعض الهدايا وقالوا له إن حمص لا تستاهل أن تدخلها فتركها وكان ذلك يوم الأربعاء لذلك يرتبط هذا الموضوع على الرغم من أنه قصة قد لا تكون دقيقة بأنه لم يدخل حمص ولم يهدم حمص إذن من هذا الجانب السياسي مهم جدا أن تيمور لانك بمرة بحلد ولكن إذا أردنا أن نكون موضوعيين لم يكن التخريب على هذا النطاق الواسع فمثلا الجوامع لم تتأثر ولكن كان الموضوع المؤذي جدا هو أخذ أصحاب المهن لكي يتابعوا أعمال البناء في عاصمته السمرقند وهذا حصل قبله وحصل بعده نقفر فوكاس البيزنطي 962 أخذ 12 ألف شاب من حلب وجعلهم عبيدا في القسطنطينية لكي في أعمال البناء والأعمال اليومية ومن بعده سليم الأول أيضا أخذ العثماني فهذه قاعدة في كل التاريخ البشري يبقى العصر المملوكي له أهمية استراتيجية هي أن المماليك الذين كانوا يسيطرون على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وعلى البحر الأحمر بكامله بجانبه الشرقي وجانبه الغربي وعلى المناطق المقدسة الثلاثة للمسلمين مكة والمدينة والقدس كان لهم موقع محترم جدا واستطاعوا لفترة طويلة أن يصدوا الهجمة الأسبانية البرتغالية التي جاءت بعد تساقط مدن الأندلس والبرتغاليون وصلوا إلى الخليج ودخلوا البحر الأحمر ولكن في نهاية الأمر الدولة المملوكية لم تطور نفسها مع العصر فبقيت عقلية الفروسية والحصان والسيف والرمح والآخره بينما كانت الأسلحة قد بدأت الأسلحة النارية والبواريد والمدافع وغير ذلك فسنجد أن سقوط الدولة المملوكية إذا أخذنا بنظرية ابن خلدون كان سقوطا طبيعيا ومتوقعا تماما ابن خلدون يقول إن أعمار الدول مثل أعمار الرجال يمكن أن تكون قصيرة ويمكن أن تكون طويلة ولكن الهرم سيأتي وإذا كان المجتمع متماسكا من الداخل يصعب اختراقه لكن هذا المجتمع كان أولا فيه ظاهرة الطبقية فالمماليك هم الطبق العليا والذين يوظفونهم عموما كان هناك فساد على مستوى كبير مثل الأمبيات التي قلناها لابن الوردي في الأوقاف هذا كله جعل المجتمع فئات ليست متجانسة إلى جانب أن مجيء الأسبان والبرتغال بسفنهم وأسلحتهم الحديثة أصبح المماليك غير قادرين على صدهم ولذلك رأينا دولتهم تسقط بيد الدولة العثمانية الدولة العثمانية كانت أحدث لكثير فيها المدفعية وفيها الأسلحة وفيها الجيش المتجانس فهذا السقوط والصعود كما يقول ابن خلدون التاريخ فيه قوة هرمة تغادر الساحة وقوة فتية تدخل الساحة ويذكر ويأخذ عنه فيما بعد أرنولد توينبي أن فتح بلاد الشام لم يكن حرباً بين المسلمين والمسيحيين كان إعادة اعتبار للمشرق أمام احتلال أوروبي دام ألف سنة أغريقي روماني بيزنطي طبعاً حينما جاء الإسكندر المكدوني لم يكن لا مسلماً ولا مسيحياً وقبله الفينقيون لا مسلمين ولا مسيحيين فالموضوع صراع حضاري وصراع على بسط النفوذ في مناطق معينة ومن هذا المنطق نجد أن سقوط الدولة المملكية طبيعي جداً ولا بد أن تسقط ويأتي بعدها القوة الفتية الصاعدة في ذلك الوقت هذه القوة الفتية الصاعدة الدولة العثمانية أصبحت في مواعد الرجل المريض وسقطت أمام قوة أكبر منها ومن هذا المنطلق يمكن أن نقيس سقوط الاتحاد السوفيتي السريع لأنه من الداخل مهترئ والسقوط المرتقب لقوة كبيرة قد يكون منها الولايات المتحدة الحديث عن الدولة المملكية يبدأ ولا ينتهي